بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم السوى على العرش وتخطر الشمس والقمر كل يجري أجل مسمى يدذر الأمر يبصل الآيات لأنكم بالقاء ربكم توقنون وهو الذي مز الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل السمرات جعلتها زوجين اثنين يؤشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أحناب ودره ونخيل صنوان وغير صنوان ونخيل صنوان وغير صنوان ونفقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وإن تعجب فعجبوا قولهم أئذا كنا ترعبا أئنا لفي طلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأطلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها تعالدون ويتعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلاء وإن ربك لدو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنس منبر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنفا وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أثر القول ومن جار به ومن هو مستقف بالليل وسارف بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه نحفرونه من أذر الله إن الله لا يغيرنا بقوم حتى يغيرنا بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء سلام غد له وما لهم من دونه منوال هو الذي يريكم الضغط خلفا وطمام وينشئ الشحاب السيطان ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خلفته ويرسل الصوائط فيطيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يجعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباتق كفته إلى الماء يبلغ فاه وما هو ببارغه وما دعاء الكافرين إلا في ظلال ولله يسجد من في السماوات والأرض قوعا وكرها وضلالهم بالغدو والأعصال قل ما الرب السماوات والأرض قل الله قل أكت فقدتم من دونه لأولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضفا قل هل يستوي الأعمى والبطير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا بالله شركاء خلقوا كفلقه فتشابه الخلق عليه قل الله قارق كل شيء وهو الواحد القهاب أنزل من السماء لها أنفسانت أوضية بقدرها فالثمن السيل زبدا راضيا ومن ما يوقدون عليه في النار بفراء حمية أو مساع زبدا مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبب فيذهب شفاء وأما ما ينفع الناس فينفف في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم حسنا والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لستدوبه أولئك لهم سوء الحب ومأوى جهنم وبإتهاد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعنى إنما يتذكر أول الألباب الذين ينفون بعهد الله ولا ينقضون الميزاق والذين يطلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحزاب والذين صبروا بفغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم في الضرر وعلى ليس ويضربون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جل أزواب من يدخلونها ومن صلف من آبائهم وأزواجهم وذفياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما طبقتم فنعم أقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميتاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويثفدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبتط الرزق لمن يشاء ويقبر وفلحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة في اللامتاء ويقول الذين كفروا لما أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتضمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تضمئنه القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات قلوبا لهم وحسن مآب كذلك أرسلنا كثير قد خلت من قبلها أمم لتسلوا عليهم لتسلوا عليهم الذي أوحينا إليك وهم يفكرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توسلت وإليه متاب ولو أن قرآنا في ربه الجبال أو قص عفبه الأرض أو كل مدين موتا بل لله الأمر جميعا أفلم يرئت الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهد الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما قنعوا قارعة تصيبهم بما قنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يترك الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم ما قدتهم فكيف كان عقاب أفمن وقائم على كل نفس بما كثبت وجعلوا لله شركاء قل سمعهم أن تنبئوا له بما لا يعلم في الأرض أن بظاهر من القول بل ذين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يؤمن الله فما له من هاد لهم أذاب في الحياة الدنيا ولا أذاب الآخرة في أشط وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي يعيد المستقوم تجري من تحتها الأنهار أصلها دائم وغلها تلك عقب الذين استقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرب به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواء بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجر كتاب يمسو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الكتاب أولم يروا أننا نأتي الأرض لنقصها من أطوافنا والله يحكم لا معقد لحكمه وهو سريع الكتاب وقد مجر الذين من قدر يسر الله المسر جميعا يعلم ما تسب كل نس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شريحا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب أ 거의 لا معقد اللم HY